قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن يوم الخامس والعشرين من يناير يعد رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطولات رجالها وتضحيتهم وإنما هو أيضا عنوان لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب وخلال كلمة سيادته في احتفال الشرطة بعيدها الـ 71 أكد الرئيس السيسي على قدرات المصرية على تحدي المستحيل ذاته والوقوف أمام المحن والشدائد إن القدر شاء أن يكون هذا اليوم رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطولات رجالها وتضحيتهم وإنما عنوانا لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب يوم الخامس والعشرين من يناير مولنين بالأفعال وليس بالأقوال أن الموت من أجل الوطن أهوى من قبول الهزيمة والاستسلام لها شاء القدر أن يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر عنوانا على قدرة المصرية على تحدي المستحيل ذاته والوقوف أمام المحن والشدائد كما الجبال لا تؤثر فيها الرياح واستمرت هذه الروح العظيمة تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم تزويدنا بمدد لا ينقطع من القوة والصمود ليعيننا على تحديات الظهر وتقلباته اشتركوا في القناة